قطع الطرق والشوارع في مدينة سامراء إجراءات تقول الجهة المعنية إنها تساهم في حفظ الأمن في المدينة ولكنها في الوقت ذاته تسببت بسخط كبير لدى المواطنين هناك ومن أبرز المتضررين في إجراءات قطع الطرق فضلا على عامة المواطنين هم سائق سيارات الأجراء الذين يقطعون مسافات ملتوية بغية الوصول إلى الموقع المطلوب بشق الأنفس ويعبر مواطن المدينة عن امتعاضهم الشديد من غياب دور المسؤولين في إيجاد حل لهذه الأزمة التي باتت تؤرقهم في كل مرة ينون بها الخروج لقضاء أعمالهم بالإضافة إلى تأكيدهم على أن قطع الطرقات ليس حلا أمنيا بل هو إضافة لهم آخر على كاهل المواطنين لو كنتم موجودين قبل الساعة الزحام من قاعدة الفواتحة الجبور للسيطرة سيارة ما تقدر تعبر اللبواسطة هاي موضعية مدينة إحنا بالقرن الواحد عشرين الناس لأين وصلت؟ والله قطع للرزق والزحامات وطلعان روح بكل سامرة مساوية والله مساوية السموزق نبوت علينا ويتبين من خلال ظهور أزمة بين الفينة والأخرى في مدينة سامرة عدم وجود خطة استراتيجية لارتقاء بواقع المدينة الأمر الذي يدعو إلى وضع رؤية جديدة لكي يحق القول أنها تسر من يرها لا تضره